اشتركوا في القناة حيث نظمت مساء أمس الخميس بوجده وقف احتجاجية للتنديد بحادث اقدام الجيش الجزائري على اطلاق النار على مدنيين مغاربة داخل الشريط الحدودي المغربي وقد عبرت العديد من الفعاليات الجمعوية والإعلامية والنقابية والحزبية والمهنية في وقفتهم أمام قنصلية الجزائر عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات المتكررة والمقصودة لعناصر الجيش الجزائري على المواطنين المغاربة داخل الأراضي المغربية والتي كان آخرها الحادث الذي نجم عنه تعرض مواطن مغربي لإصابة بليغة وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي سبقتها مسيرة ضخمة انطلقت من وسط المدينة شعارات ورفعوا لافتات تندد بالجريمة الشنيعة التي ارتكبها مؤخرا أحد الحرس التابع للجيش الجزائري في حق مواطن مغربي وإلى الخبرية ثق في حيث أكد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي بباريز أن المعرض الحدث حول المغرب المعاصر الذي أشرفت صاحبة السمو الملكي الأمير للا مريم على تدشينه الأسبوع الماضي بمعية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند بباريز يشكل نجاحا فنيا وشعبيا باهرا معربا عن امتنانه لصاحب الجلال الملك محمد السادس الذي لم يتوانى منذ البداية في تقديم الدعم الكبير لهذه المغامرة البديعة حسب قول جاك لانغ وقالت جاك لانغ في حديث لوكلة المغرب العربي للأنباء إن الأمر يتعلق بنجاح فني لكون هذه التدهورة هي تمرت عمل جماعي تم في إطار روح الصداقة والثقة مؤكدا في هذا الصدد انخراط السلطات والمؤسسات الثقافية المغربية التي عبأت طاقاتها ومواهبها من أجل إنجاح هذا الحدث وإلى الخبر الدوري حيث أعلنت وزارة الصحة المالية في بيان مساء أمس الخميس تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا لدى طفلة وفدت من غينيا المجاورة ووضعت قيد الحجر الصحي في كايس وقالت الوزارة إن إصابة مشبوهة بإيبولا لدى طفلة عمرها عامان أتت من كيسيدوغو في جمهورية غينيا وصلت الأربعاء إلى مستشفى في كايس وقد تأكدت إصابتها بالفيروس الخميس وأضافت عبر هذه النتيجة إطرة تحليل مخبري تشهد مالي أول إصابة بفيروس إيبولا مصدرها الخارج مؤكدة وضعت طفلة وجميع من كانوا يحوطونها في الحجر الصحي وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها سترسل خبراء لمساعدة مالي على مكافحة الإيبولا بعد يوم من تأكيد أول إصابة بالمرض هناك وإلى الخبر الرياضي حيث حددت لجنة المسابقات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثامن عشر من ونبر المقبل موعدا لمباراة نهائي مصابقة كأس العرش على ملعب مولي عبد الله بالرباط والذي سيفتتح بهذه المباراة لتكون بروفا تسبق استضافة فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في العاشر من دجنبر القادم وبلغت مصابقة كأس العرش دور الأربعة حيث اكتمل المربع بتأهل المغرب الفاسي على حساب الجيش الملكي مساء أمس بالفوز عليه بهدف دون مقابل لينضاف إلى الأندية الثلاثة الأخرى المتأهلة وهي كل من الفتح الرباطي ونهضة بركان والدفاع الجديد حامل اللقب إلى هنا ناتي إلى نهاية هذا الموجز الإخباري قدمنا لكم من قناة شوف تيفي شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة